عملت كم مشهد مع رمضان في المسلسل؟ مش قادر أحسبهم يعني بس في مشاهد يعني النهاردة كان في خناقة السلم كلها والضرب والكلام والحوار و... هترجع بلال شامة بعد ما فوقت من الموت النهاردة في حلقة النهاردة؟ بس هيرجع مش عارف هيرجع آه طبعا هيرجع هترجع احنا حمسك هنا في الستوديو مش ترجع اصلا انا مش عايز احرق حاجة بس راحة يعني بس خلاص يعني هارجع ان شاء الله لو انت ما كان بقى جعفر العمدة لو انت محمد رمضان وقابلت بلال شامة كنت تتصرف ازاي؟ رياكشن يبقى ازاي؟ غضب؟ توتر؟ آآ اه صمت تعمل ايه؟ لم فيش حاجة ممكن تتعمل بعد اللي عملها محمد رمضان احساسه وعينين النهاردة طبعا انا يعني بشتغل معاه آآ يعني مش واصللي قوي اللي انا شفته النهاردة عالشاشة يعني فيه تفاصيل اولا انا فيه مشاهد كتير او ما صورت يعني مشوفتهاش ومحمد بيصورها. يعني بتفرج زي بقية الناس. أفا أنت تشوف دلوقتي جعفر العمدة دلوقتي. يعني بتفرج عليه دلوقتي. آآآ لأن أنا ما حضرت تصويره. فعمل لزمات عبقرية يعني. حتة تبطب على نفسه دي. أنا أخذها بالمحمل ده. أنه بيطبطب على نفسه. هو مش لاقي حد يطبطب عليه. أو هو من قوته وشخصيته الجبارة والقوية. في حتة نقص فهو بيعوضها بالحركة. لا ما يقدرش أنه هو يبين الحتة دي عند الناس. يعني ما يقولهاش قدام الناس أو أخواته أو مرطاته أو ما يقدرش يقول إنه هو إيه. في حتة كسرية. بس هو جوه. أنا بحس الحتة دي اللي هو بيعملها دي. إنه هو بيطبطب على نفسه. اللازمة محمد سامي اللي قدمها. ولا محمد رمضان ومحمد سامي. لا دي أنا معرفش أعتقد أكيد بالاشتراك ما بينه هما الاثنين. أصلا محمد سامي خلي بالك ما بيفوضش حاجة. يعني من عبقريته مثلا أنا بقعد بتجنل مثلا كيوهات الموسيقى التصورية بتاعت يعني وانت بتقولي الجملة مش أي جملة بتتقال بتخش المزيكة. المزيكة بتدخل عشان تعلي المشهد. وبتخش الزي وانت ده. لا محمد سامي ما شاء الله يعني تفوق على نفسه في المسلسل ده. أكيد.